خليد احنا كلمنا في الفقرة الاولى على فستان الفرح التسريحة اللي انت بتعملها ليه العروسة في الفرح بتشوف قبلها الفستان شكله ايه علشان تختار لها تسريحة مناسبة ولا ده على حسب وشها وماكياجها وحاجات تانية غير الفستان لا اكيد طبعا نريد دق معاها باول حاجة بنسأل عليها الفستان شكله ايه لان ساعات الفستان بي مفتوح بزيادة فبنقدر نرتب عليه الشهر نعمله ازاي ساعات الفستان بي مقفول ساعات بيبقى فيه شغل لازم يبان فطبعا بالتالي لازم نحدد اول حاجة بنسأل علي الفستان ما بدرش نسأل على اي حاجة غير الفستان شكله ايه من فوق تفصيلته ايه العروسة حجمها ايه كل ده بنسأل عليه في الاول وبنشوف وبعدين بتشوف ايه تاني يعني هل مثلا طول عرسها ليه علاقة بشكل الشعر التاج بتاعها لو هتحط تاجة او هتحط هير بيس لو انت شفت المكياج لان انا عارفة النور ميكا بتعمل قبل الشعر لو شفت المكياج وعايز تبين حاجات معاناة في الميكا بتختار على اساسها الشعر يعني قولي كده حاجات تانية بتختار على اساسها تسريحة الشعر بنقدر اول حاجة طبعا اكيد بنسأل بعد ما بنسأل الفستان بقدر ان انا حدد لها العريس طويل طول ايه اقصر سنة بنقدر برضه عشان منرفعش اوي الشعر التاج قادر ان انا اقول لها بلاش تاج يكون كم سانتي اكتر من 2 سانتي 3 سانتي حسب طول العريس لازم اكيد طبعا بعد ما بنسأل الفستان بنبتري نشوف العريس اطواله بعد كده بنشوف وش العروسة شكله ايه لما بروح في المكان اللي بسرح في العروسة بلاقي العروسة عاملة ميكا بسعب بيبقى الميكا بوفر شوية زيادة بضطر ان انا اكبر نفسي ان الشعر لازم يكون قريب قريب ومداري جزء من اللي هو ما بقاش في السيشن التصوير الحاجات دي الحاجة جامدة شوية طب هو ايه بقى المودة اصلا في الشعر للعروسة في عشرين عشرين الشعر المفروض او اللي تبقى مزيبا ولا الشعر المرفوع بقى شانيا ولا حاجات التصريحات الجامدة شوية ما بقاش فيه حاجة اسمها مودة العروسة هي العروسة بنشتغل عليها بحجمها بشكلها بوشها طبيعة فيه دفوهات في وشها بنقدر نعالجها ما بقاش العروسة مثلا وشها مليان قوي نروح سحبين الشعرها جدا جدا وتلاقي في السور وفي التصوير والحاجات دي وكلها تحس ان فيه واحدة تانية وخالص غير الطبيعة بتاعها هي طول الفترة بتبقى بتجيب شعرها عارفة حجم وشها بتقدر تدري العيوب اللي فيه وبتجيب شعرها انا بالتالي لما بتجيلي بقدر مع الخبرة ومع الشغل والحاجات دي بقدر احدد ان شعرها يتلم او يتساب على وشها قريب او يبقى فيه مساحة انها قدر ابين الحاجات الحلوة لفوشها كلها هو شكل الوش طبعا مختلف من واحدة للتانية فيه واحدة شعرها عفوا وشها مدور خدودها شوية عالية فيه واحدة وشها طويل او وشها قلب مثلا فيه بنات وشهم مربع شوية يعني العظم اللي هنا ده مربع شوية المفروض انه كل تسريح تشعر او ايه اللي بتناسب مع كل وش يعني ايه اللي بتناسب مع الوش المدور والوش الطويل والوش مربع بتفرق بقى في حتة ان احنا لو بنشوف الوش بنلاقيه مدور مجيش ان انا هعمل تسريح هتدور وش اكتر لازم اسحب الجزء ده ان انا اسحب التدويره شوية ان انا اطول وشها سنة صغيرة بتعملها زي بتعلي من قدام مثلا بيبقى الفوليوم بيبقى فوق اكتر شوية وبتريب نسحب شوية لحاتة الجناب بنسحب الحتة ده انت مساكرة كويس اوه انت عصد اشتدوير تعرفتها فبنبتدي بقى نسحب الجزء اللي هو مايجيش في الثور تشوف نفسها ايه ده انا وش كبير ليه كده ده انا كنت مفهود اشد كذا مفهود كنت اعمل كذا فبالتالي طبعا لازم نراع الجزء ده جدا جدا لو الشعر فيع بنبتدي ان احنا ندور وشها بالشعر ازاي بقى بتدوروا الوش اكتر بيبقى مثلا الجنب بصحبة الجنب بتاعتها ما تبقى شديدها قوي ببقى فيها فوليوم شوية بتحس ان الشعرية تحس ان الشعر تدور انت تشفيك الاستاذ صوير خدت الصورة بتاعتها شافيتها تحس وشها واخد دوران حلو واخد شكل حلو فبالتالي بيبقى معنا في الاخر شكلها حلو قوي حلو اعود